اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بتجميد المؤتمر الوطني العام والحكومة تعيش ليبيا على وقع اجواء انقلاب لم يكتمل حيث تصاعدت حدة التوتر بالمنطقة بعد تمديد ولاية المؤتمر الوطني الى ديسمبر 2014 بعد انتهائها في السابع من فيفر الجاري التوتر بدأ بالاحتجاجات على هذا التمديد وتصاعد شيئا فشيئا الى ان وصل الى اعلان الانقلاب انقلاب ضمنيد عليه القائد السابق للقوات البرية الليبية اللواء خليفة حفتر في بيان مصور معلنا تجميد عمل المؤتمر الوطني والحكومة الليبية والاعلان الدستوري لكن حفتر الذي شارك في الثورة على نظام معمر الجديفي بعد انشقاقه عن الجيش شدد على ان اعلانه هذا ليس بالانقلاب العسكري وان التحركه ليس تمهيدا للحكم العسكري بل وقوفا الى جانب الشعب الليبي معلنا خارطة طريقة مؤلفة من خمسة بنود ليس هذا التحرك انقلابا عسكريا بالمفهوم التقليدي ولا مدخلا لإقامة حكم عسكري وردا على اعلان اللواء خليفة حفتر سارع رئيس الوزراء الليبي علي زيدان في مؤتمر صحفي بنفي وقوع اي انقلاب مؤكدا انه لا عودة الى القيود والانقلابات كما شدد زيدان على ان الموقف تحت السيطرة وان الحكومة والمؤتمر يواصلان عملهما مشيرا الى انه اصدر الاوامر الى وزارة الدفاع باتخاذ الاجراءات بحق اللواء حفتر كما نفى زيدان وجود اي مظاهر مسلحة في الشوارع الليبية اريد ان اؤكد للشعب ان الوطن مؤتمر الوطني العام قائم يمارس مهامه بكيفية طبيعية وعادية وان الحكومة تمارس مهامها بكيفية طبيعية وعادية وان الموقف في البلاد تحت السيطرة لا يعتريه اي امر وان الامور في البلاد على ما يرام وزير الدفاع الليبي عبدالله ثني اكد بدوره ان ما حدث وما اعلن عنه حفتر هو عمل غير شرعي وان كلمات اللواء مدعاة للصخرية اما رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي نوري بوسهمين فقد اعلن اليوم عن تشكيل لجنة للعمل على اجراء تعديل في الاعلان الدستوري واعداد قانون الانتخابات التشريعية والرئاسية وفي خدم التوتر الامني الذي تعيشه البلاد يدفع المواطن الثمن الاغلى في غياب الامن خاصة بعد انتقال الصراع من صراع في الشارع الليبية الى الصحات والكواليس السياسية هذا وقد اشرف اليوم رئيس الحكومة مهدي جمعة على اجتماع امني بحضور وزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح ووزير الدفاع الوطني غاز الجريبي ووزير الداخلية لطفي بن جدو وعدد من سامل قيادات العسكرية والامنية وتطرق الاجتماع الى الوضع الامني العام في تونس وخاصة فيما يتعلق بالجهود المبذولة من اجل ضمان امن المواطنين ومكفحة الارهاب والتهريب وضبط الوضع الامني على الحدود خاصة مع ترد الاوضاع السياسية في القطر الليبية صرح الامين العام المساعد بالاتحاد العام تونسي للشغل والمسؤول على النظام الداخلي نوردين الطبوبي ان الحسم في عدم الازدواجية بتحمل المسؤولية النقبية والحزبية هي من اهم النقاط الخلافية التي تم تدولها خلال مناقشتهم لمشروع اعادة هيكلة الاتحاد نقاط خلافية وقع الخوض فيها خلال اجتماع الهيئة الادارية الوطنية لمناقشة مشروع اعادة هيكلة الاتحاد لعل ابرزها الحسم في عدم الازدواجية في تحمل المسؤولية النقابية والحزبية من اهم المسائل المطروحة اليوم على الاتحاد هي مزيد دمقراطة المؤسسات الاتحاد العام التونسي للشغل كذلك ان اليوم هي تنقيس من المركزي المشطر معناها توسيع قاعدة التمثيلية معناها كيفية تواجد المرأة والشباب العامل معناها داخل اطر هيكلة تسيير وسلطات القرار في الاتحاد العام التونسي للشغل جملة من المعوقات معناها اللي يجب ان نجدونها اجابات في سياغات مناق قانونية مش ناخذ بعين الاعتبار كل التطلوعات الصنفية والسلكية وكيفية تكريسها في مبدأ التضامن النقابي اللي هو معناها من الاساسيات ومن المبادر الاساسيين في الاتحاد العام التونسي للشغل نقاشات ومقترحات طرحت خلال الاجتماع الهدف منها تحديث هيكلة الاتحاد لتتماشى وتطلبات سوق الشغل والوضع الاجتماعي المتغير من نقاط الخلاف اللي موجودة هي في كيفية مناها ترح التوازن بين الجهات وبين القطاعات في قضية مناها كيفية مناها تدبير ايجابي لضمان تمثيلية المرأة بالنسبية ومن المنتظر عرض المشروع على الجهات بعد نقاشه من قبل الهيئة الإدارية لتعديله ثم عرضه في مرحلة قادمة على المجلس الوطني التأسيسي للحسم فيه سرح الأمين العام للاتحاد العام تونسي للشغل حسين العباسي أن إلغاء الإضراب العام باسفاقس لا يعني بداية الهدنة الاجتماعية جاء هذا على هامش الجلسة الختامية للهيئة الإدارية الوطنية اليوم لمناقشة مشروع إعادة هيكلة الاتحاد لا وجود لهدنة اجتماعية دون اتخاذ عديد الإجراءات الاجتماعية ومراجعة الأجور وتوفر المناخ المناسب لإرساء الهدنة هذا ما صرح به الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي مشيرا إلى أن إلغاء إضراب اسفاقس جاء بعد الوصول إلى توافق بين الهيئة النقابية والحكومة لا تجد مش تحكي على الهدنة في المطلق الهدنة تجي بعد حوار مع الأطراف الاجتماعية بعد اتخاذ جملة من الإجراءات وقتها نفكر في الهدنة بالنسبة لي اسفاقس جملة من المطالب كانت مرهوعة جملة من المطالب جملة عفوا من المظالم كانت مسلطعة على العديد من هيكل هذه الجهة وقع ما نهى سواء كان فيه في القطاع العام في الوظيفة العومية في القطاع الخاص نعقدت جلسات مع الحكومة وأفضت إلى اتفاق لأرضى الهيئة النقابية في جهة اسفاقس فألغي هذا الأضراب ومن جهة أخرى أعلن العباسي أن الرباع الراعي للحوار سيعقد اجتماعنا الأسبوع المقبلة لاستكمال بنود خارطة الطريق المتعلقة بالمسار التأسيسي والقانون الانتخابية المجلس الوطني التأسيسي هو السلطة المخاولة لأعداد هذا القانون أن وفق بين أعضائه مرحبة وعن النجم كان نصفق لهم وإذا وقع فيه خلافات أو تجاذبات داخل مجلس الوطني التأسيسي المؤتمر الوطني للحوار هو فضاء موجود باش يوجد الحلول لكل خلافات القايمة إذا كان جاءت بعض المشاكل اللي ما نجمش وجده لحل في الواحد نعالجها عبر رؤساء الأحزاب المشاركة في المؤتمر الوطني للحوار باش نذللها وباش نتجاوزها هذا وقد بدأ المجلس الوطني التأسيسي منذ يوم أمس في مناقشة القانون الانتخابي لإنهائه في أقرب الآجالة وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال هذا العام أكد نورديني زكري كاتب دولة لدى وزير الاقتصاد والمالية أنه تم وضع دراسة لدعم دور اقتصاد المعرفة وتطوير الأقطاب التكنولوجية في تحقيق التنمية واستيعاب الأشخاص طالبي الشغل خاصة في صفوف أصحاب الشهادات العليا لدف تتحي أشغال ورشة إعادة تعمير وتنمية حول اقتصاد المعرفة في تونس أفد كاتب الدولة للتنمية وتعاون الدولي نوردين زكري أن مواصلة النهوذ باقتصاد المعرفة في تونس من شأنه أن يساهم في رفع تحديات المطروحة والمتمثل أساسا في تشغيل حميلي الشهادات العليا معتبرا أن اقتصاد المعرفة سيكون دعامة هامة لتسهيل اندماج تونس في الفضاء الأورو المتوسطي وكل الأنشطة المتصلة باقتصاد المعرفة 60% حاليا من طالبي الشغل معناه هم من حاملية كما تعرفوا الواحد الشهادات بينما اقتصادنا تقريبا القامة تبين أنه تمكن من توفير 60% من اليد العاملة القاعدية لذا فما فارق تطوير القطاعات في التجديد وفي اقتصاد المعرفة تمكن إن شاء الله من استيعاب هذا الفرق وهذا الحقيقة نعتبر من أولويات معناها الحكومة هذه النائب الأول رئيسة منظمة الأعراف هشام اللومي بيّن أن تونس ستوفر فيها كل ظروف النجاح في هذا القطاع الاستراتيجي من خلال توفر الموارد البشرية وقطاعات صناعية نجحت في الانتقال إلى درجات عليا في مجالات البحث والتطوير والتجديد التكنولوجي على غير مكونات السيارات ومكونات الطائرات والصناعات الإلكترونية القطاع الخاص في تونس عنده تجربة وعنده خبرة خاصة في مدينة الصناع القطاع الصناع في تونس أول قطاع مصدر من شمال المتوسط للأوروبا كذلك عندنا قطاعات متقدمة مثل الصناعات الميكانيكية والكهربائية فيهم الإلكترونيك فيهم صناعات مكونات السيارات فيهم صناعات مكونات الطائرات ثم القطاع الإعلامي الذي هو متقدم لأول قطاع في إفريقيا يذكر أن مكتب الدراسات ويلشيد بارتنيرز أنجز هذه الدراسة والمتمثلة في أعادة التعمير والتنمية حول اقتصاد المعرفة في تونس خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2012 إلى مارس 2013 على مئة مؤسسة من القطاعين العام والخاص التي تنشط في مجال اقتصاد المعرفة أعلنت رئاسة الحكومة عزمها فتح باب الترشحات لخطة مدير عام مؤسسة التلفز التونسية بداية من السابع عشر وحتى سادس والعشرين من فيفري الجاري ويوجه ملف الترشح إلى مقر رئاسة الحكومة مباشرة أو عن طريق رسالة مضمونة الوصول وستتولى رئاسة الحكومة بمعية الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمع البصري النظر في هذه الملفات وإجراء مقابلات مع المترشحين عند الاقتصاد أحيى اليوم عديد التونسيين ذكرى الاحتفال بعيد الحب باقتناء هدايا مختلفة لأحبائهم عيد سهم في تنشيط التجارة في بعض المحلات أهمها محلات بيع الورود والحلوة والعطور والسعات عيد الحب أو يوم إعدام القديس فالونتاين مناسبة يحتفل بها كثير من الناس في معظم أنحاء العالم في الرابع عشر من شهر فيفري من كل عام عيد أصبحت تحتفل به الدول العربية على غرار تونس بصورة رمزية وغير رسمية فهو يوم يعبر فيه المحبين عن حبهم لبعضهم البعض عن طريق إرسال بطاقة عيد الحب أو إهداء الزهور أو الحلوة لأحبائهم هذه المرتية إن شاء الله كل عام نحن نحن بخير نحتفل بعض الحب بانسور مناسبة حلوة برشا هي فرصة نحن 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 نح وفيما يعطي البعض أهمية لهذا العيد إلا أن البعض الآخر يره بضعة ويحرمه ولأن يمثل هذا العيد مناسبة للتحابب وتبادل الهدايا فأنه يمثل أيضا مناسبة لانتعاش التجارة حيث تكثر فيه مبيعات الورود والشوكولاتة والدبابة وبعض الهدايا الأخرى بمناسبة عيد الحب فما برشا بيوع شوكولاتة لكوفر كل شيء عديد الناس يحتفلون بعيد الحب خاصة منهم الشباب لكن هناك من يجهل قصة هذا العيد قصة حسنا ما نعرف تاكوبري يحب بعضهم ينتحروا الزوزة براموكية عالبش هم قالوا بجي من اليابان والجابون هم اللي بدأوا وعملوها البدعة هذه متع عيد الحب وكل شيء إن قصة عيد الحب تعود لقصة مسيحي عاش في روما عاما 270 بعد الميلاد تحت حكم الامبراطور الروماني كلاوديوس الثاني الامبراطور لاحظ حينها أن العزاب أشد صبرا في الحرب من المتزوجين فأمر بعدم عقد أي قران غير أن القص فالونتاين عارض هذا الأمر واستمر في عقد الزجاد في كنيسته سرا حتى اكتشف فأمر الامبراطور باعتقاله ثم بإعدامه وفي السجن تعرف فالونتاين على ابنة أحد حراسه كانت كثيفة فعشقها ووقع في غرامها وقبل أن يعدم يوم الرابع عشر من فيفري أرسل لها بطاقة كتب عليها من القص فالونتاين بذا الخبر مشاهدين نصل لختم نشرتنا نلقاكم في موعيد إخبارية اللاحقة اشتركوا في القناة